مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي في حالة ديال قبل الفيطان وكين بعد الفيطان الناس اللي كيقولين مزيجوا اللي كي هو دروع انا الماء، وش نعطيهم الماء، وش نعطيهم الماء، ونشاها نخرجهم بي اكلو. كوش ان شاء الله نجاوب عني فاد الحف. إذن قاع الصغار ديالالأرنيب يعني حادي في الولادة أول مرة غادي توليب لكم شي أرنبة إنينشوا تشوفوا الأرنبة والدات ما تحاديوش في الصغار ديالها أولا ما يتقربونه مش خليوهم القادية دياله وش غادي يأكله وما يأكلوش دكشي في اللي ولكتكل الحليف ديال الأم هذي معروفة تهل الله في الأم يعطيوها شي إما النخالة منخلطة مع الماء دافئ في الصباح يعطيوها مع القادية للعسل يعطيوها يعني فيتامينات الناس ما عندهمش إمكانيات مش يديروا فيتامينات يديروا غيء النخالة مرشوشة مع الماء الساخن في الصباح الباكر والعسل هذي بالنسبة للصغار يعني الله تولدوه راه الأم هي اللي كتكون مهتمة بهم ما تحاديو فيهم ما تعقيهم تشي حاجة راه راه يعني الأم هي قادرة بش يعني تتوكلهم فوقاش الأسبوعين أولين يعني كيبقوا في البيت الولادة كما كتشوفوا أنتم مراكينين بويوت الولادة اللي فيهم الألانب يعني باقي ما خرجوش ولكن المشكلة فين كيكون أن الأنثى كتكون حاملة وهي كتردى أسمو كتولي كتولي يعني ماشي يعني هدوون فرق ما بين الأنثى لي خليتيها أقيتها وحد الفرصة يعني باش تردع الصغار ديالها تتفطنهم والأنثى اللي الناس اللي كيدلوا دورة يعني مباشرة غي كتولد الأنثى كيعطيوها للدكار عو تاني كيزوجوها مع الدكار عو تاني أسمو كيوقع كيوقع أنها ما كتقش تهتم الصغار ديالها بالشكل كافي لأنها هي عندها أجلنا أخرين في الكرش صغار أخرين عندها في البطن ديالها أسمو كيوقع لها كيوقع لها أنها كتولي كتردعهم غي مرة واحدة من كتردعهم غي مرة واحدة هما إلى المورب يطلع عليهم كتولي كيلقاب اللي البطن دياله يعني ما فيهاش الحليب بزاف يعني من كيطلع عليه كيبلو مشوك شمو يمشوك وهو أن الزغف دياله يكون طالعي نقوله مشوك هادك مشوك مشي رع فيه البلد لا رع فيه الجوية عشنو نديرو حنايا العمر ديال العشرين يوم كيما كتشوفوا معايا أنا غد نوريكم إذا هادو في عمر ديالهم عشرين يوم عشنو بدأت لهم هادو كنقى الرميل هم يعني الأكل ديالهم بيت الولادة يعني هايا الأم هايا كتتاكل من العجل من العلافة وكيلكي يكنوا معاها من العلاف غراهم مكينين ولكن نبقى الرميل هم هما الداخل باش نساعدهم يعني وخا كيردعوا من أمهو نساعدهم شوية لقيت اللي الرميل هم فيها الماكلة ماشي يعني الفصة أنا رميل هم دابر الفصة يابسة ماشي الخضراء ممنوع الأخضر فاللقيتها هادي يعني أنا مغالي تصاو لكم بإسهالات إذاً اسمو الفكرة اللي بغيت نشرح وهي أن مني الرميل ها هي الماكلة في العلافة ديالها هي العلافة مباشرة ومن رميل هم لماذا؟ اسمو السبب لأنه إلا مشيتي ترميتي لهم هما هي غا تقا تحقر عليهم وتقا تضربهم باش تاكل الماكلة أما إلا عطيتهم في نفس الوقت هي كتاكل هاي هي كتاكل هما وهما كياكلوا في نفس الوقت هانتو هما هما بسمو هادي دير هما كياكلوا الأشياء الرقيقة وكيخليوا لها هي الأشياء الغلية ذاك العيدان وهادي ديال الفصة هما كياكلوا هاي الحاجة الرقيقة اللي قد بفمهم وهي كتدخل كتكمل هذا الشي حذاب هاد 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 العيدان هاد وراه واحد نقوله واحد ربوا الساعة ما غدلقاش تحبه في التم هادلقاهش إنه هما كياكلوا وهي كتاكلوا بالنسبة الناس اللي كيترحوا التساؤلات ديال عشانو نوع الأكل واش نعطيهم الخبز جاف واش نعطيهم السيكالي ما تعطيهمش الخبز جاف كارم وما تعطيهم السيكالي الخبز جاف وفوقاش مني يكملوا شهر ويغيد دكديك ديالو ويغيد تفرسي ديالو إنه يتدبقوهم زيان عاد تعطيهم كيميات قليلة لأنك يكون باقي وما تفطموش باقي وكيوقع الناس اللي كيمشي كيو 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 اعطيهم بزاف ديال الخبز جاف يعني كارم كي وقع إنه كلقاء الأرنب ديالو تحجروا، باقي ويتحجروا كيوليوا الكرش ديالو قاسحة هديكم موضوع أخر هذا كيو لي الأرنب خاصك تتاعمل معاه باش يقدر يعيش لأنكي وليك صافي الكرش ديالو مكتقاش تقدر الدخل وخاكي يبغيش رب الماء كرشو لاء معا ديالو مكيهضموش إن المسائرنا ديالو كيكونوا باقين عاد صغيرين بالنسبة لسمو تعطيهم عطيهم فصة يابسة فصة يابسة شحن موحد كيسووني عليها راييلك التعطي للماشية منين تمشيوا للسوق وتشوفوا واحد الناس كيبيعوا واحد تبن تبن راه معروف من لابد ما تتلقوا معها الفصة وتلقوا معها الخرطة دان هاد الأشياء هادو من لابد ما غدي تتلقوهم في السوق هادو الفصة فيها أنواع كيلي العيدان ديالها طوال وكيلي العيدان ديالها قصار بالنسبة للألانب عموما كيبغيوا الفصة العيدان ديالها قصار وتما كتضيعوش فيها لأنه من كيكونوا طوال الأغلبية كيخليوا ذيك العيدان انتم مشرو هاد البائع قولوا عطينا الفصة الرقيقة يعني الخاصة بالألانب غي غا تقولوا لها خاصة بالألاني برا غادي عرفه غي قولوا هال البائع را غادي يعطيكم اللي خاص بالألاني بالنسبة للماء الماء ضروري أن شحامو عموما كيقول لي لا ما نعطيوش الألاني بالماء ها أنتم كيما كتشوفوا أنا راني أعطيهم الماء في العشرين يوم الأولى هو مسكن كيتشعبط ويقلب على الماء بالإضافة إلى الحالي ديال الأم والماء فوقاش كيبقى ويشربوه مني كيكتكل شوية ديال الدرش حرارة بدأتكسر سافع لابد الإنسان إحنا نحن هدوائي الإنسان مني كيكون الجو بارد كتلاحظوا أنكم كتشربوه الماء بزاف وخا هو ضروري للجسم وخا تسكم تشربوه الماء ولكن في الجو الحار كتلاحظوا أنكم كتشربوه بزاف كسر من الحد من الماء علاش لأن الجسم كيحتاج المياه هو كيأتك ناقوس خطر كيقول أنا بغيت بغيت الماء هذا هو الموضوع ديال هذا النهار كنظن أنني أحضر لكم ببساطة اسمو كيبغيو الأنانيب الصغار كيفاش تتعاملوا مع الأنانيب الصغار كان شي تساؤلات مرحبا بيكون في التعليقات طيبة ديالكم الناس لي ما زل ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غاديا بالدعم ديالكم كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم تكيو على زر جيم باش تساندونا قناة غاديا بالدعم ديالكم يعني تساندوني ما تنسونيش بزير جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبدة